تمرين اليوم 21 تطبيقات على المشتقات آف دالة زوجية وقابلة الاشتقاق على المجال هذا خلاص الدالة آف رتيبة على هذا المجال خطأ منحنة الدالة آف لا يقبل أي مماس موازية لمحور فواصل خطأ الدالة آف تقبل على الأقلق محدية خطأ هذا التمرين كله خطأ كل الأجوبة في خاطئة ماذا يذكرنا؟ يذكرنا بقصة جميلة جزائرية وهي قصة الذي أدخل العربية إلى الحاسوب هذا اسمه بشير حليمي بشير حليمي هذا الرئيس الجزائري هوري بومدين في 1974 اكتشف خطأ في البكالوريا وكرمه الرئيس وذهب إلى الخارج وأدخل العربية إلى الحاسوب بالنسبة للتمرين تعليم في الحقيقة يعلمنا درس ما هو الدرس؟ لا بأس أن يوجد خطأ في تمرين رسمي وجد تمرين رسمي في البكالوريا خطأ ولا بأس إذن تمرين كتاب مدرسي أحبها لأن فيها دروسا مختلفة في الحياة حالة تمامي 21 صفحة 103 نختار الجواب مع توضيح سبب رفضنا للأجربة الأخرى نبدو بشوية أف دالة زوجية وقابلة للاشتقاق على المجال هذا نختار الثالثة ولكن بشرط على الدالة أف تقبل على الأقل قيمة حدية وراء المشكلة في الاختيار هما الشرط هذا ما ندره هما ندرناها الدالة الثابتة الدالة الثابتة هل هي زوجية؟ نعم هل هي قابلة للاشتقاق؟ نعم على مجال متناظر نقص ألف ألف ولكن ليس لها قيمة حدية لأن كلمة قيمة الحدية في الرسم معناتها ذروة المشتق يغير إشارته كانت متزايدة أصبحت متناقصة الدالة الثابتة لا توجد فيها ذروة إذن نبدو بالنقد الأول الدالة رتيبة على المجال هذه خاطئ على خاطئ الدالة مربع زوجية تحقق الشرط وقابل الاشتقاق على نقص 3333 ولكن ليست رتيبة على نقص 3333 ليح الاقتراح الثاني منحنة دالة أف لا يقبل أي مماس موازية لمحور الفواصل هذا خطأ لأن الدالة مربع زوجية وقابل الاشتقاق وتقبل مماس موازية لحامل محور الفواصل عند النقطة التي فصلتها صفر لهو نفسه محور الفواصل الاختيار المناسب الطريقة الأولى والطريقة الثانية الطريقة الأولى من المفروض نقدنا اثنين والباقي هو الجواب الصحيح هذا وش مفروض ولكن لا بأس هذه النقاط وش معناه هذا النقاط وش معناه معت القصة التي قلتها في بداية الفيديو بتاع بشير حليمي لا بأس أن تكون كل الاقتراحات خاطئة لا بأس عادي بصراحة عادي وراني قلتها بصراحة قد يكون الكل خاطئ بسبب خطأ مطبعي فأنا لا أضع ثقتي كاملة لا تضع ثقتكم كاملة في نصص تمرين ولهذا الرياضيات مادة عقلية تعلمك النقد ولا تعلمك النقل أنت ناقدا ولست ناقلا إذن طريقة ثانية تذكر أن الدالة الثابتة تحقق الشروط وهي لا تقبل القيم الحدية مثال مضاد نفرض الدالة الثابتة تسوي سبعة على نقص ألف ألف رغم أن الدالة آف زوجية وقابلة لاشتقاق على المجال هذا إلا أن المشتق معدوم ينعدم من أجل كل القيمة لكنه لا يغير إشارته عندها وبالتالي الدالة آف لا تقبل أي قيمة حدية على المجال هذا الخلاصة حسب طريقة السؤال هذه كل إذن هنا يحنون نتفهم أي حاجة هذا الكلام وهذا التوضيح وهذا ما هي الخلاصة ما هي الخلاصة خلاصة بحق صريحة جدا خلاصة هاي ورها حسب طريقة السؤال هذه كل الاختراحات خاطئة كل شيء خاطئ كل شيء خاطئ وهذا شيء عادي إذن نعود أن ندير حل سريع للتمرين هذا محور الفواصل وهذا محور تراتيب مليح قال لك دلة زوجية وش معناه مع انت متناظرة بالنسبة لن يحور تراتيب ندروها الدلة مربى ولا نديرها اكس مربى زائد ثلاثة اكس مربى ولا اكس مربى زائد ثلاثة خلقنا ندروكم مثلا اذي اكس مربى وهذه اكس مربى اكس مربى زائد الثلاثة يلا يا الله هنجابه على السؤال الأول الدلل اذا السؤال الأول السؤال اولا نطبق الدلة مربع متناقصة متزايدة ما تصلحش اذا السؤال له الخطأ نشوف السؤال الثاني نخير له مثلا الدلة هذية الثانية السؤال الثاني نخير له اكس مربع زائد ثلاثة قال منحنى الدلة لا يقبل اي مماس موازن لمحور فواصل لا لا هذا المستقيم هذا هذا المستقيم هذا المستقيم هذا المستقيم يوازي محور الفواصل وبالتالي هذا يكون خطأ نشوف الثالثة نتفكر الدلة الثابتة هل الدلة الثابتة تقبل ذروة قيمة حدية يقول لك هو قيمة حدية انت وش تقول في رأسك ارسم في رأسك ذروة في الجبر وش يقول في الهندسة وش يقول الجبر يقول قيمة حدية والهندسة يقول ذروة ماذا اقول في الجبر وماذا اقول في الهندسة في الجبر اقول قيمة حدية وفي الهندسة اقول ذروة هل الدلة الثابتة تقبل على الاقل ذروة لا وبهذا كل الاقتراحات خاطئة هذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا خطأ نشوف هل هناك خطأ منطقي في التمارين اختر الجواب المناسب من بين الأجوبة المقترحة هل يوجد جوابا مناسبا لا لا يوجد جواب مناسب وفي الحقيقة ما قالش اختر الجواب المناسب إن وجده لا اختر الجواب المناسب من بين الأجوبة وكأنه يوجد جواب مناسب إذن لا يوجد جوابا مناسبا لهذا ولا هذا كان مناسبا ولا هذا كان مناسبا إذن إلى أين يقفز ذهننا يقفز ذهننا إلى الخطأ الموجود في الباكالوريا كان هناك في يوم ما في 1974 خطأ في الباكالوريا بكل بساطة عادي موجود الأخطاء موجود الأخطاء في الامتحانات الرسمية هنزيدكم من الشعر بيت كان أخطاء في المصحف الكريم كان أخطاء في المصحف الكريم كان واحدة تطبيق أو خرج مؤخرا المصحف في أخطاء كان خطرة في المطبعة اكتشفوا خطأ في المصحف ومليون نسخة عادوا ألغوا وإخراج مليون نسخة عادوا حرقوا هاكل مطبعة طبعة المصحف الكريم المصحف الكريم المشريف طبعته ووجد خطأ في القرآن خطأ مطبعي فقاموا بحرق مليون نسخة هذه في الانترنت حاوزوا لها طلقواها عادي ولهذا عادي جدا أن تكون هناك أخطأ في امتحانات رسمية لا تقلق فقط فقط ماذا تلاحظ ماذا تعلمك ماذا يعلمك هذا التمرين سؤال هل يمكن أن يكون خطأا في تمرين رسمي الجواب هو نعم سؤال آخر نطرح ثلاثة أسئلة السؤال الأول شوفوا نطرح ثلاثة أسئلة هل يمكن أن يكون خطأا في سؤال رسمي الجواب هو نعم برهن ذلك يأما هذا التمرين يأما تمرين البكالوريا اللي قلنا عليه صح الفائدة رقم ثلاثة والسؤال رقم ثلاثة كيف أتعامل هنا إذا وجدت تمرين خاطئا كيف أتعامل معه لاحظ كيف تعاملت أنا مع هذا التمرين إذن أن يوجد سؤال خطأ شيء عادي ولكن كيف تقول أنت فريضيات هذه اللي حاب نتعلمها كان حاجة اسمها النقد ها شوفوا النقد نقد نختار ثلاثة بشرط شوفوا طريقة الجواب من الطبيعي من الطبيعي جدا أن يوجد خطأ في امتحان رسمي وجدنا امتحانات رسمية وزعت على التلاميذ فيها أخطاء علمية نشوفوا واحدة النهار كان كان واحدة الاختبار كان جذر ثلاثة ناقص جذر احدى عشر هاكث جذر احدى عشر أكبر من ثلاثة مع أنت ما داخل الجذر هنا عدد سالب ووزع على التلاميذ والتلاميذ تقلقوا من يش عارف التلاميذ التائي كانوا مستعدين فهمتهم باللي قادر يكون خطأ أنت وش تقول تثبت أن هذا المقدار عددا سالب وأن هذا جذر لعدد سالب وهذا غير ممكن وتحصل على العلامة الكاملة في التمرين هذا ما أردت قوله في حل التمرين واحد وعشرون